مع أزمة المدينة المتراكمة جراء ما عانته من مواجهة خطر الإرهاب وغياب الخطط العملية لإعمار بنيتها التحتية في مناطق واسعة منها تصل الموصل إلى كارثة صحية أطلقت جرس الإنذار لها منظمة أطباء بلا حدود بإعلانها تعليق بعض أنشطتها الطبية بسبب إجراءات رسمية حالت دون الوصول لإمدادات طبية ما أثقل المدينة بنقص شديد في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية قرار المنظمة الطبية جاء بحسب بيان رسمي لهم نتيجة إجراءات رسمية معقدة وغير واضحة أعاقت أطباء بلا حدود من ضمان وصول الإمدادات الطبية الكافية إلى المشاريع عبر مطار بغداد الدولي ومن إمكانية نقلها داخل العراق سيما معضلة التخليص الجمركي التي تعمل على تأخير تخليص بعض الأدوية والتي تقول المنظمة إن صلاحية الكثير منها قد انتهت خلال مدة انتظار تخليصها من مطار بغداد الدولي في حين ستظل المواد التي لا تزال قابلة للاستخدام في الانتظار لفترة أطول في مستودع أطباء بلا حدود في بغداد إلى أن تمنح الإذن لنقلها إلى الموصل بالإضافة إلى ذلك طلب من أطباء بلا حدود دفع رسوم تخزين عن الوقت الذي أقفت خلاله إمداداتها في المطار بحسب بيان المنظمة تنتظر المنظمة وصول حوالي عشر شحنات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات بإجمالية أكثر من 12 طنا في طريقها إلى العراق وستكون هذه الشحنات أيضا في انتظار الإذن من السلطات لنقلها من مطار بغداد إلى مرافق المنظمة الطبية في الموصل وفي أماكن أخرى من البلاد اشتركوا في القناة